السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم من جديد في شرح شابتر ايت من كتاب ديزاينينج انترفيس مع حضراتكم سماء شهيب أستاذ مشارك قسم نظم المعلومات كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة شابتر ايت مختلف شوية عن بقية الشابترز اللي قبل كده اللي شرحناها في الكتاب انه هو خاص بفعل الاشياء او الاكشنز او الاجراءات او الكمانز او الاوامر اللي هتم في عملية الانتراكشن مش استاتيك ايتمز زي قبل كده او زي اللي احنا تناولناها قبل كده في الكتاب طيب ازاي عملية الاكشن او اعطاء اوامر معينة هقدر اصممها جوه اللي ارت بتاعي ده اللي احنا هنعرفه مع بعض بالتفصيل ان شاء الله في الشابتر ده هنتكلم هنا تحديدا عن different methods for initiating actions or activating comments او طرق مختلفة لبدء الفعل او بدء العمل او تفعيل الاوامر how to make it clear that an item can be acted on that ازاي توضح بطرق مختلفة ان العنصر ده في الدزاين ممكن ان اليوزر يتفاعل معاه على سبيل المثال مثلا ان ده button ازاي تظهره ان ده button هنتكلم كمان عن patterns اللي بتعزز او بتعمل promotion لعملية ال interaction وعملية editing شوفنا قبل كده خلال الكتاب design لنونز تمام وهو ده اختلاف الشابتر ده عن الشابتر التانية او النون actioned items تكلمنا عن تخطيط العام للصفحة او general layout تكلمنا بعدها عن screens عن tickets عن images عن عن عناصر السبتة وتنظيم كل الكلام ده جوه لكن هنا هنتكلم عن الميثود ال users can use to perform tasks in your application زي ايه؟ زي مثلا ازاي يبدأ او يعمل browsing or cancellation action معين ازاي يعمل enter a setting or configuration or value ازاي يعمل المانيبوليشن لأوبجكت معين او component في الانترفيس بتاعه ازاي يغير او يحول item من الانترفيس ازاي يعمل او يعمل ا او coaring something في الابليكيشن طيب معظم البترن اللي هاني جاية من الهاردوير اللي تم تطويرها من سنين فاتت وتم توحيد استخدامها اليوزر انترفيس بتاعها من سنين فاتت في بعض البترنز التانية اللي هنتناولها بتحاكي الريال وولد طيب ليه عملنا دمج ما بين قديم وجديد في الشابتر ده؟ لانه معظم الاحيان الناس بتدور على طريقة التفاعل اللي هم يعرفوها مش اللي تتفرض عليهم حتى لو هي طريقة التفاعل غلط او تم اثبات ان فيه احسب منها او ان فيه باترنز تانية بتحاكي الريال وولد بس برضو الناس بتدور على اللي هي متعودة عليه في الـ operating systems اللي بتشتغل عليها من اشهر الوظائف اللي كمسلم بيها بنعتبرها في التصميم بتاعنا كمسلم بيها زي الـ cut and paste مثلا عن طريق الـ control V والـ control X and control C للـ copy and whatever اللي احنا هنعمله عملية dragging and drop للـ items طيب خلينا في البداية نعرف او نتكلم عن عملية الـ actions نفسها او الـ common ways of actions الـ available اللي اليوزر بيعمل بيها الباسكس بتاعته اول حاجة tab or swipe or pinch ان هو يعمل tabbing او ينقر على الحاجة او يسحبها او يعمل pinching لها وخاصة الثلاثة دول في الـ mobile operating system اكتر من اي device تاني اتعرض ان هو يعمل مثلا زومنج عن طريق ان هو يعمل tabbing بتو فانجرز مثلا ويسحب او زومنج ان يسحب لبرا او زومنج او يدخل الـ items بتاعته لجوه بحيث ان هو يعرض يكبر او يصغر الشاشة بتاعته طيب rotating and shaking برضو خاصة بالـ mobile devices انه ممكن طرق العرض نفسها تتغير فبالتالي اللي يوت الخاص بالعرض يتغير لو الـ user عمل rotation للـ screen بتاعته طريقة عرض الـ ازوار او عن طريق الـ buttons يقدر ان الـ user يتنقل او يعمل task معينة او يعمل clicking البطن ده فيظهر له حاجة تانية او هكذا يقدر يعمل actions بتاعته كمان عن طريق الـ menu bar او الـ pop up menus او الـ drop down menus او الـ tool bars او الـ links او كمان الـ action panels او الـ hover tools او الـ hover tools او الـ hover tools طبعا لو عايز يعمل action معينة يمشي عليها بالـ mouse او tabbing it فيظهر ما يظهر الـ details للـ item ده او يتعمل action معينة كمان single click والـ double click طبعا كل واحدة لها استخدام معين الـ keyboard action الـ shortcuts tab order shortcuts و tab order انه هو يقدر يغير او يعمل action عن طريق shortcuts زي ctrl v و ctrl c و ctrl s للـ saving عن طريق الـ keyboard نفسها و tab order انه هو يضغط على tab فيضغير التركيز من item لـ item تالي في الشاشة بتاعته كمان من اشهر الـ actions اللي ممكن يعملها الـ drag and drop لو هو مثلا عايز ينقل item من مكان لمكان في mobile device او حتى يعمل uploading file فهيعمل dragging file ويعمل dropping لها في الشاشة اللي هيعمل لها uploading او whatever اللي هو هيستخدم drag and drop عشان يعمله كمان الاوامر المكتوبة او انه هو يكتب اوامر معينة لتنفيذ action معين و دي طبعا اشهر حاجة فيها الـ eonics or dos operating system كمان في حاجة لازم نعرفها اسمها الـ affordance affordance معناها ايه ان الـ item اللي انا هاعرضه لـ user عشان يعمل action من خلاله يكون afford performing that action او بيقول او بيوحي ان هو هيستخدم لعمل الـ action ده اشهر حاجة في الـ affordance ايه كامل اللي هو click click اللي ايه اكيد البطن يبقى البطن لازم يوحي لليوزر يكون لي مثلا 3d object او يكون بارس شوية او هايلايتت شوية بحيث ان هو يوحي لليوزر ان اعمل علي click علشان اه بتنفذ الـ action بتاعك طيب building on this affordance for actions could include the following الـ affordance للـ actions ممكن تشمل الحاجات دي ايه هي بقى الحاجات دي ايكونات مثلا او objects معينة مختلفة في التصميم عن باقي الوجهة عن باقي الـ interface بتاعك ايه تيكست معين متصمم باستايل مختلف عن irregular reading copy ايه something هيحصل منه ريكت معين لما الماوس او البوينتر يول اوفر عليه something that reacts when tapped or swipe highlighted or high contrast visual design treatment ان انا اعمل highlighting ايه او contrasting للـ visual design ايه الخاص بايتم معين بعض الـ objects اللي بتبدو مختلفة عن الـ objects التانية مثلا ليها shadows ايه او مختلفة في الملمس بتاعها او في شكل الـ corners بتاعتها ايه ممكن كمان object يكون مختلف في انه هو separated ايه او حواليه white space بتميزوا عن بقية الـ items الموجودة في الـ screen دي كلها ايه حقات ان الـ items دي يقدر ان الـ user يتعامل معاها بطرق مختلفة على حسب طبيعة كل object الـ affordance بيظهر لنا حاجة اللي هي direct manipulation of objects يعني من خلال سمات الـ objects دي اقدر ان انا كـ user اعرف هي دليل او مفتاح لايه زي مثلا مدينا اشهر مثال الـ visual items الخاصة بالـ Adobe Premiere ان الـ user من خلال مجرد الـ interface او طريق تقديم الـ objects في الـ interface يقدر انه هو يـ afford الـ action الخاص بكل الـ item موجودة فيه جميل من هنا نقدر ان احنا نتكلم عن الـ buttons اللي هنعرضها في الـ chapter ده اول مجموعة من الـ buttons هتتكلم عن الـ actions الاكتر شهرة اللي هي الـ buttons هنتكلم عن button groups و الـ hover or pop up tools و الـ action panels و هنتكلم عن الـ permanent down button or assume the next step وهنتكلم عن smart menu item review buttons و spinners و loading indicators و امكانية ان الـ user يعمل cancellation او cancellability و اخر مجموعة من الـ buttons خاصة بالـ sequence of actions و دي بتشمل multiple level andrew و الـ command history و الماكروز طيب هي مجموعة buttons طويلة شوية فاحنا هنحاول الحاجة السريعة اللي ممكن نعديها ببساطة ان شاء الله باذن الله هنتكلم عنها بسرعة اول button معينا اللي هو الـ button groups او مجموعة من الاصغار خاصة بـ action معين مرتبطة مع بعض بـ characteristics معينة فبنحطها في similar graphical treatment هنا بي نجمع الـ action للعمليات المتشابهة وبنعرضهم مع بعض على هيئة button group او مجموعة ازرار جنب بعضها زي مثلا الـ button groups اللي بنتشوفها في الـ word documents المختلفة هنا بنتبق كمان مبادئ gestalt اللي احنا شرحناها في chapter 4 وتحديدا مبدأ التقارب او proximity ان الحاجة اللي متشربها او متقربة في الشكل بتجمع سويا ومش متقربة في شكل بس متقربة كمان في الـ action اللي هتنفزه طيب ازاي بيتم؟ بتتم عن طريق جمع الـ items اللي وظائفها بتكون تحت نفس الـ categories واعمل لهم تسمية معينة اكزامبل اللي ده زي ما احنا عقلنا في الـ word في الـ office word او في الـ google docs مثلا عمليات الـ text alignment مجموعة مع بعض العمليات الـ bullet والإندنت مجموعة مع بعض عمليات الـ formatting عمليات الـ editing and so on كمان في الـ apple mac os finder برضو الـ view controls مجموعة مع بعض الـ navigation مجموعة مع بعض تمام؟ وبتظهر كمجموعات المجموعة طبعا بتبقى 2 items زي اللي هنا في الـ navigation وممكن توصل لـ 10 items طيب جميل ننزل تحت هنلاقي تاني pattern معينا اللي هي الـ hover or pop up tools هي مجموعة من الـ actions بتجمع مع بعضها بس بتبقى مخفية لحد ما الـ user يعمل لها tabing او يعمل roll over عليها لان لو تعرضت كلها او مجموعة الـ buttons دي او الـ items دي لو تعرضت كلها هتبقى شكل الشاشة في نوع من الـ uncomfortable for visual styles يعني هتبقى زحمة من الاخر فممكن نخليها مثلا زي pop up اللي هي القايمة المنبسقة اللي هي مع عملية الـ tabing او الـ hover عليها بالـ mouse ممكن تظهر الـ details بتاعتها طيب امثلة للـ hover اشهر مثال طبعا اليوتيوب اللي لما الـ user بيقوم بعمل roll over علي الـ screen بيظهر set of controls في اسفل الشاشة ثالث بترني معانا الـ action panel ممكن تكون لوحة فيها امر واحد او مجموعة اوامر اللوحة دي او panel ده بيكون اكتر من مجرد قايمة ثابتة بتعزز عملية الـ actions الاكتر شيوعا اللي بيستخدمها الـ user عن طريق الـ eye catching way عشان يقدر الـ user يكتشفها بسهولة حضرتك كـ designer هتفكر في عمل الـ action panel عن طريق ايه؟ ان حضرتك هتحط الـ action panel في الـ جنب الـ item الخاصة بيها ما تحطهاش بعيدة عنه عشان يقدر الـ user يكتشف بسهولة طبقا للـ self-exemplatory طبعا ان الـ action panel دي خاصة بالـ item ده تاني حاجة عملية الـ structuring للـ action ده طبعا بيتم عن طريق كذا style يا اما simple list يا اما multi column list يا اما categorized list with heading and grouping يا اما tables أو trees أو any combination of these in one panel طيب بس تخدم الـ style المناسب بناء على الـ task center approach او عن طريق ايه اللي هيعملوا بيها الـ user اللي هيستخدم الـ item ده بناء عليها اختار او اه هشوف ايه الـ design style المناسب من الـ الاستراكشرينج اه المعروضة او اه المتاحة طيب تالت حاجة تسمية الـ action او عملية الـ labeling للـ action ممكن استخدم الـ label اللي يكون عبارة عن ايكون فقط ممكن استخدمه تيكست او اه التيكست مع ايكون الـ action panel زي ما بنشوفها كده اه في الدروب بوكس لو عملنا زومنج هنلاقي ان في مجموعة action panel لعملية الـ creation للـ new file في كمان هنا طبعا زي ما احنا شايفين مستخدم ايكون مع تيكست في مثال معانا تاني المايكروسوفت ويندوز action panel خاص بيها واندوز 10 تمام اه حركة اقدار تطلع على الامثلة دي in more details في الكتاب جميل البترن الرابع اللي معانا الـ permanent done or assuming next step البترن ده بيبقى عبارة عن buttons وبتتحط في مكان ظاهر في الشاشة حواليها space مناسبة ان هي تتشاف البترن دي نوع معين من البترن بيتعمل بـ special design مختلف عن بقية الـ buttons اللي موجودة في الصفحة ليه؟ لان الخطوة الاخيرة بالنسبة لـ user لازم نراعيها جدا لان هي بتدي احاق او أفردنس لـ user ان الزوار ده او بتصميم الزوار ده ان هو قرب ينتهي من الـ action او متاسك بتاعته لازم يتسمى اسمه مناسب ما يكونش الاسم طويل لازم يفضل ان هو يكون زوار مش link ماشي؟ عشان يكون باين طيب جميل الاشهر مثال الكلام ده في الجوجل بلاي لو هاي كنتوا لاحظتوا عملية الـ installing يقدر الـ user يتعرف عليه حتى لو مش هيقرأ الكلام لان هي جرت العادة ان بيتم تصميم الـ install button بلون اخضر عليه كلمة install واضحة جدا حواليها space الزوار نفسه حوالي space مناسبة ان هو يتشاف بسهولة موجود دايما في مكان معين في الشاشة فيسهل العصور عليه في كل مكان انواع الـ applications في كمان مثال jetblue.com عملية الـ search مدبوعة بزرار واضح جدا ومكتوب عليه search of light على اساس ان هو يوضح لـ user الـ action اللي هو يعملوه كمان مدينا bad example للـ permanent button اللي هي الـ search اللي متصمم هنا مع ان الـ search مهم جدا في موقع زي الكارك اللي بتعرض مئات من مواقع السفر الاخر طيب برضو south-west عارض الـ permanent done وعارض permanent done تاني فوق لـ الـ discount الـ الـ Airbnb وعملية الـ search وازاي بيعرضها عفوا تمام البترن البعد كده smart menu item smart menu item هي list بتتعرض dynamic بتستخدم في القوائم الكبيرة بتزود من كفاءة عملية الـ dynamically interacting مع الـ user بناء على اللي هيعمله الـ user فبيتم عرض عرض الليست دي الليست دي بتشرح نفسها مش محتاجة ان المستخدم يدور على شرح الـ items اللي فيها بتشجع الـ user على الـ بتكون الليبولنج بتاع الـ actions اللي فيها مناسبة للـ الـ action اللي هيتم من خلال smart menu ده طيب اشهر مثال يا جماعة للموضوع ده هنلاقيها في الـ gmail لو مثلا الـ user عايز يتعامل مع ايميل معين ما بيقولش add this contact مثلا الـ contact list لا ده بيحدد اسم الـ contact اللي حضرتك جوا دلوقتي او جوا الإيميل بتاعه دلوقتي block ما بيقولكش block this contact لا بيقولك block والاسم بتاع الشخص اللي متوقع ان حضرتك هتعمله blocking مثلا فبالتالي كل item بيكون variable كل اميل هيكون variables items دي مختلفة من اميل التالي فبالتالي هيدي self exploratory اكتر و interactivity اكتر مع الـ user بعد كده الـ item السادس اللي هي preview pattern من اسمها هي عملية معينة معينة ايه؟ معينة لإجراء عمله الـ user او الـ action عمله الـ user على item معين سيء مثلا بيختار الوان avatar خاص بيه بيختار تيكست او تيكست او او فونت فيس معينة وعايز يشوف او يعمل previewing الـ الاختيار بتاعه ده على التيكست اوتوماتيك او ديناميك امثلة طبعا زي الاختيار الفونت فيس في الـ الـ word زي الـ فوتو ان اختيار فلتر معين على الصورة وازاي بتطلع هاو نتجتها مباشرة او اختيار الـ color وهيظهر تطبيقه على العربية في موقع تيوتا موقع سيفورة دي مور كومليكيتد بحيث ان هو بيطبق على الصورة للمستخدم نفسه انواع ميكب وبيعمل لها زي فلتر بالميكب اللي اختاره اليوزر ده ويقرر لون الميكب او لو هو dressing application مثلا يختار نوع الهدوم المناسب لشكله قبل عملية الشراء جميل جدا ممكن نعمله او نطبقه على كذا حاجة او في كذا حاجة في design طيب اللي spinners and loading indicator هو مؤشر عبارة عن رسم متحرك بيوضح او بيظهر ان العملية under processing بتظهر امتى بعد ما يوزر يعمل اكشن هياخد وقت معين مؤشر فاليوزر في الحالة دي هو في waiting state ففي ال waiting state ده محتاج ان حضرتك تظهر له item على الشاشة dynamic item او animated item يقول له ان الاكشن بتاعك under processing سواء مثلا spinner او loading indicator spinner في حالة مثلا صفحة بيتم تحملها او حاجة بيتم تحملها او flow 치 او مهم في ايه ان احنا نستخدم spinner decay لـ user اه الحقيقة ان الـ user الـ millisecond مهمة جدا بالنسباله. بيبقى حاسس ان هو عايز رد فعل لحظي للأكشن اللي هو عمله. فبالتالي اللودينج انديكيتور او الاسبينر بيوضح له ان الاكشن اللي هو عمله قايد البروسيسنج فبيدي له تشجيع ان هو يستنى فترة اطول او الفترة الزمنية المحددة للعملية على ما تتم. طيب لو الاسبينر ده ما ظهرش. ممكن اليوزر يفكر ان فيه ايه? يفكر ان فيه هانجنج للسيستم. يفكر ان الاكشن بتاعه ما 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 تمش فيعيد تاني مثلا الضغط على اللينك او الزوار او واتيفر الايتم اللي هو عمله بريفياس اكشن. يفكر ان فيه مشكلة في الابليكيشن ممكن في النهاية يسيب او يقلع على استخدام الابليكيشن لمجرد ان هو ما بيه اه ما بيدهوش الايه انستنت فيدباك للاكشن اللي هو عمله. طيب لو العملية طويلة نسبيا سيه مثلا ان فيه بيحصل. حضرتك لازم تعرض لليوزر. لو هو مثلا حاجة معينة او لازم تعرض للستيتس هو حاليا دلوقتي بينزل ايه او الكمبوننت اللي بيتم تنزيله في الوقت الحالي. كم في المية خلص? كم في المية لسه قد ايه من الوقت متبقي. كل الحاجات دي لازم تعرضها اثناء عملية اللي بتعرضه لليوزر. طبعا امثلة زي عملية هنا. حاجة بسيطة زي دي بتدي اليوزر انطباع ان انت مش مهمله. ممكن ان هو يستنى وقت زيادة. زي تويتر بوتستواب. كنبوننت لايباري. زي ما حاركوا شايفين. بتتعرض برضو بستايل تاين اميكلي لطيف. اه في كمان امثلة تانية ممكن هاركة تطلع عليها زي مسلا دولودنج في ايه في ايه ابليكيشن في الجوجل بلاي بيقولك لسه كام في المية. كام جيء ميجا او اه ادي ايه من السايز. افاضل من التوتال سايز للابليكيشن. او للعبة او الحاجة اللي حارك بتنزلها. دي كلها امثلة بتوضح اللودنج انديكيتون. طيب جميل جدا. البترن الثامن اللي معانا نعرضها لكنسلا بيليتي. الكنسلا بيليتي الحقيقة هو مش مجرد اه اه باترن عادي. لا هو ومتوافق جدا مع الطبيعة البشرية ان اليوزر دايما بيرجع في كلامه بيرجع في كلامه بمعنى انه هو بيقرر فجأة انه هو مش عايز يكمل حتى لو مثلا التك على اكشن الاكشن ده هياخد 2 أو 3 ساكنز هو مش حابب انه هو يستمر فيه اختار ابليكيشن وبعدين بعد ما بدأ يعمل داونلودنج عايز يوقف عملية الداونلودنج مش عايز يكمل فيها اختار انه هو يعمل انستولنج مثلا لحاجه وعايز يوقف عملية الانستولنج طيب كل الكلام ده لو هو مش قدامه الزرار او ايتم بتساعده على الكنسلابيليتي هل ده هيشجعه على السيلفي اكسبلاتري مثلا لأ عمومه هيستمر في استخدام الابليكيشن طول ما هو مفيش فرصة للتواجع عن الاكشن اللي هو عمله يبقى جنب الانديكيتور او لودنج انديكيتور اللي حضيرك عملته من شوية لو هو مثلا عملية انستولنج او او داونلودنج لالايتم لازم حضيرك تحط امكانية الكنسلاشن اللي هو زي عملية زي الايتم او زوار الاكس ده اللي الممكن يوزر بسهولة يضغط عليه في تانسل عملية الدونلودنج ولا كأنه نزل حاجة جميل جدا طيب نيجي للباترون اللي بعد كده مالتي ليفل اندو الحقيقة ان الباترون دا والتو باترون اللي جايين كمان دي خاصة بسلسلة الاكشن او سيريس او اكشنز هيتم او هيقوم بيها اليوزر فازاي تجمحها في طريقة عرض واحدة تناسب الاكشن اللي اليوزر عايز يعمله طيب المالتي ليفل الاندو هي سلسلة من الاندو او التواجع عن اللاست ستيب او عن طريق محاضرتك بتعمل الاكشنز او الكومانس اللي قام بيها اليوزر في استاك استاك زي ما احنا عارفين بيبقى الاست ان في استاك وكل ما هيعمل او يضغط على زوار الاندو هيتراجع على اخر عن اخر اكشن في الاستاك ده طيب الحقيقة الحركة ديزاينر المفروض تعرف ان برضو المالتي ليفل الاندو ما بتتعملش على كل الاكشنز او ما تصلحش لكل انواع الاكشنز طب ايه هي الاكشنز اللي تصلح ليها المالتي ليفل اندو وايه هي انواع الاكشنز اللي لا تصلح ليها المالتي ليفل اندو أنواع الإجراءات اللي ممكن التراجع عنها زي الـTickets to Entry for Documents أو الـDatabase الـDatabase Transaction أو الـModification لإمج معينة أو بينتينج على Canvas معينة أو الـLay or the Change أو File Operation أو الـCreation Deletion أو Rearrangement أو مثلا قد Copy Based Operation في تيكست أو في File أو Whatever طيب في بقى Untracked Actions Untracked Actions دي ما نقدرش نحن نعمل لها Undoing لإن إحنا ما نقدرش نعمل لها Tracking في الـHistory معظم Navigation Actions تدخل تحت قيمة Untracked Actions Tickets or Object Selection لو الـUser اختار Tickets أو Object معين وعايز تراجع عن الاختيار أو Selection دا ما يقدرش يعمل لها Undoing الماوس Cursor and Tickets Location Tickets Cursor Location برضو ماقدرش إن أنا أرجعه للLast Location scrollbar position برضو ماقدرش أرجع عن scrolling للLast position window or panel position and size resizing للWindows ماقدرش إن أنا أعمل لها Undoing لresizing اللي الـUser عمله change made in uncommitted or model diyalo box طب حركة designer عرفت إيه اللي ممكن تعمله tracking وإيه اللي ممكن تعمله ما تقدرش تعمله tracking من actions اللي user عملها هتبدأ تعمل design بقى للAndroing طيب design or action history stack دا عن طريق إن حضرتك بتحط stack من 1 ل 10 أول حد 12 item في stack بتاعتك لو قدرت إن تزود عن 12 وقادر إن تعمل tracking ل 12 action من actions اللي user عملها فحضرتك بينصحك إن هو تزود فيه على قد نطقتك بعد ما عملت design لل stack بتاعك هتبدأ تعمل presentation للAndroing بيقول لك سهل عملية الAndro عن طريق كذا حاجة عن طريق إن حضرتك تسمح للي user نري أن بكذا طريقة زي مثلا زي control Z زي menu button في edit undo زي إن هو زوار undo or redo item زوار واضح في action panel مثلا أشهر مثال طبعا اللي إحنا كنا بنستخدمه اللي هي Microsoft Word والGoogle Doc جميل زي عملية الAndroing هنا برضو طيب جميل كده بعد كده هنتكلم عن command history command history معناها هنحرك بتجمع actions اللي user عملها في عملية الانترأكشن بتاعته وتحطها في history space بيتم عرضها عن طريق الAndroable actions وعن طريق البروزر history الAndroable actions جي عن طريق أو عبارة عن listة للrecorded steps اللي أم بيها اليوزر وبتمكنك أو بتمكن اليوزر إن هو يعمل changing بيها زي ما هو عايز والبروزن history طبعا مشهور جدا في البروزر أو في اليوتيوب مثلا history أو في أي application فيها urls ممكن أعمل لها tracking الAndroable actions خاصة بالfiles photos or other digital object that is being changed by these commands طيب command history مهم ليه علشان بيستخدموا معظم users علشان يعرفوا إيه هم اللي عمل و أكيد مش هيفتكر كل actions اللي عملها فحلو جدا حريك تعرض له في historical data مترقمة بالوقت والتاريخ أو whatever طريقة العرض اللي حريك هتعمل له أحياناً أحياناً بيبقى عايز يعمل مجموعة actions هو أم بيها ف بس مش فاكر هو أم بيها ازاي فلو عنده actions أو action history بيروح عليها وبيقدر أنه يعمل نفس actions بترتبها داني لو عايز يحول سلسلة actions معينة ل script أو macro فبرضو الaction أو command history بتتهله العملية دي في حاجات كثيرة جدا طبعاً لو حد عايز يعمل tracking للURL اللي هو زرها أو مش فاكر URL معينة أو whatever أشهر حاجة فيها طبعاً Google Chrome براوزر اللي بيعرض for action history بيمتد لشهور لو حدي عايز بتفعله بتفعل time أو الفترة الزمنية اللي هيعرضه فيها زي Adobe Photoshop وده من هنا هندخل لآخر pattern معينة اللي هو الماكرز أو سلسلة أوامل أو سلسلة actions اليوزو يحتفظ بها في ماكرو معين زي ما احنا شوحنوها قبل كده علشان يستعملها كباكيج واحدة في وطبعاً بتبدأ ب defining الماكرو اللي أنا عايز أعمله بتمكن اليوزو إنه هو يعمل definition الماكرو بعدين running ده ماكر أو إن أنا تمكين اليوزر إنه هو يعمل recalling للماكرو اللي هو عمله وطبعاً أشهر مثال recording macros في photoshop إنه هو يسجل مجموعة actions وهيستدعي actions دي كل ما يعوز يطبق نفس نفس تسلسل actions دي على أي صورة جميل جداً وبكده نكون خلصنا chapter 8 في الشابتر ده شفنا مع بعض different modes والوسائل المختلفة لتصميم actions وال initiating commands في أي software بنعمله ديزاين لو حريك بتعمل ديزاين لعملية تفاعل معينة لازم تفهم النقطة المهمة في كل عملية تخلي actions الأكتر أهمية مرئية أو visualized بشكل مناسب لها اعرفنا مع بعض فواية توضيح actions لل اليوزر الجديد ممكن أو الحالي ممكن يستخدمه أو ممكن يقوم به عرفنا مع بعض أنواط special شوية زي preview و multi-level undo اللي بتساعد اليوزر على عملية self-exemplatory وأنه هو يستكشف الانترفيس الخاص بالsoftware عرفنا أهمية المشاعر الإيجابية لحضرتك لما بتمنح الأشخاص القدرة على أن هو يلعبوا في الانترفيس أو يinteract مع الانترفيس بأمان بتتولد عندهم المشاعر دي بيحسوا أنهم دايما مسيطرين على الأكشنز اللي هم بيعملوها كمان عرفنا مع بعض إزاي نمكن اليوزر أنه هو يسجل أو automatic أو dynamic recording للأكشنز اللي هو عملها واستعادتها تاني دي بتولد عند اليوزر برضو الإحساس بالأمان وأنه هو قادر يتحكم في الأكشنز اللي هو أن بيها حتى لو مش فاكر ويتحكم فيها بحرية تامة فبالتالي تدي له برضو إحساس بالسيطرة الكاملة على الصوفتوير اللي تحت إيده لو مجموعة أكشنز كومبليكيتد إزاي يقدر يجمحها في عن طريق الماكرو كريشن دي كانت معظم البترنز اللي احنا اكلمنا عليها في شابتر 8 الخاص بالأكشنز أو الكمماند ديزاين شكر لحضراتكم وإن شاء الله بإذن الله نتقابل مع بعض في شابتر جديد من ديزاينيج انترفيس السلام عليكم اشتركوا في القناة لحضراتكم اشتركوا في القناة